يبدو أن صراع الميليشيات للسيطرة على المنافذ الحدودية وعزلها عن وزارة الداخلية وربطها بمجلس الوزراء لم تأتي لمنع تسلل عناصر تنظيم الدولة كما تعلن القيادات الأمنية في العراق وإنما هناك أغراض أخرى تتكشف بين الحين والآخر رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أكد أن عمليات التهريب وانتشار المخدرات ازدادت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب سطوة الميليشيات والأحزاب المتنفذة على المنافذ الحدودية لتكون أبوابها مشروعة أمام عمليات تهريب وإدخال المواد المخدرة والأمراض الخطيرة كالأيدز وانفلونز الطيور الزاملي أشار إلى أن المنافذ الحدودية تبتعدت عن المتابعة والمراقبة وأصبحت تتمتع بالحصانة بعد خضوعها للميليشيات تحت غطاء الأحزاب المتنفذة الأمر الذي يتسبب بإهدار ملايين الدولارات وانتشار حالات الابتزاز والرشة لتسهيل إدخال المواد الممنوعة التي تضر بأمن البلاد القيادي في ميليشيا الحجد أبو مهدي المهندس أكد أن الميليشيا استطاعت إنشاء منظومة عسكرية في أربع سنوات تضاهي مؤسسة عمرها سبعة وتسعون عاما في إشارة إلى الجيش العراقي الذي تأسس عام الف وتسعمائة وواحد وعشرين وعلى الرغم من ضبط المخدرات لدى نجل محافظ النجف إلا أن التحقيقات الأولية أثبتت أنه لم يكن يعمل بمفرده وأن دخول الشحنة المخدرة إلى العراق كانت قادمة من سوريا ضمن قافلة عسكرية تابعة للميليشيات التي تقاتل في سوريا إلى جانب نظام الأسد الشحنة دخلت إلى العراق عبر ما يعرف بالخط العسكري وهو الطريق البري الخاص الذي تسيطر عليه الميليشيات والذي لا يخضع للتفتيش أو أختام الدخول والخروج دخول الشحنات المخدرة إلى العراق تزامن مع استئناف التحقيقات الأمريكية التي أوقفتها بشأن علاقة حزب الله بالزراعة وترويج المخدرات في المنطقة من أجل تمويل أعمالها وعلى ما يبدو فإن الميليشيات في العراق تعمل على خطأ ميليشيا حزب الله لبناني بتمويل نفسها حيث أكد المراقبون أنه مع اقتراب موعد الانتخابات تزداد عمليات الفوضى وانتشار النفعيين والجهات التي تسيطر على المنافذ الحدودية من أجل كسب الأموال لتغطية نفقات الدعايات الانتخابية وشراء الذمم